أهلا أعزائي قوة الشفاء هذه القوة من خلال يسوع المسيح من خلال سلطانه من خلال كلمته من خلال فداؤه يستطيع أن يقدم هذه القوة لكل محتاج اليوم الحديث عم بدور في كل مكان طيب هو ما فيش علاج وما فيش حل للسلطان هو ما فيش حل للفيروس الكورونا أو أي فيروس تاني كل مرة كل فترة بتطلع فيروس جديد اللي يعتبر وبأ لدرجة أنه بيحذروا منه إما عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق الأمم بإغلاق المطارات أو فحص المرضى أو إلى آخر في حالي من القلق في كل مكان وطبعا أنا هنا لا أدعي لا أدعي أن الإنسان يكون لا مبالي أو يكاهف في الأمر لأن هذه الأمرات خطيرة وتحتاج إلى علاج والرب أعطى للإنسان عقل وحكمة ومنطقة كمان وأيضا الله يعني عن طريق الطب الله يعطي حكمة للأطباء أنه فعلا يقوموا في أشياء كثيرة مثل اليوم أنه إحنا بنعرف أنه عمر الإنسان عم بزيد بسبب أنه الأطباء اكتشفوا علاجات كتير أمراض اللي هي مثلا من 40-50 سنة هذه الأمراض كانت الناس تموت منها فاليوم فيه علاجات كتير فصار يعني الطبيعي ممكن يعيش لحد سن الثمانين أو أكتر من الثمانين وأكتر وهذا أقول بفضل العقل والحكمة اللي الله بيعطي للناس أنه تشتغل على هذا الموضوع